دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري لأن يتحلى بروح الوحدة الوطنية وأن لا يستمع إلا للمصادر المسؤولة أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتابع قلق الشعب المصري وخوفي وأكد في الوقت ذاته حرصه الدولة وحرص الدولة على تخطي تأثيرات الأزمة التي يشهدها العالم الكلام اللي أنا بقوله ده كلام مهم قوي لأن أنا شايف وسامع كويس قوي أن الناس في مصر الآن طب أنت الآن ليه؟ يقول لك أنا خايف عليها وأنا سعيد بخوفك عليها فأنا بقول لكم لا ما تخافوش لسببين السبب الأولاني أن ربنا موجود وهو عز من الكل وأكبر من الكل ويقدر يعمل كل حاجة طيبة لنا طب إحنا نستحق كده؟ منحاول نبقى نستحق هذه واحدة اتنين إحنا كدولة بمسؤوليها حرصين على أن إحنا الأزمة الكبيرة اللي موجودة في العالم ديت تأثيراتها ضخمة جدا الدنيا حتبقى بعد الأزمة الأخيرة ديت حتبقى مختلفة عن الدنيا اللي إحنا شفناها قبل كده والأزمة الاقتصادية دي هتأثر في دول كتير لو استمرت الحرب دي السنة دي أو أكتر طب إحنا إحنا فين؟ إحنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس وإن كنا بنعاني يعني بنعاني آه لكن ما نخافش ما نقلقش وبقول من فضلكم هتلاقوا ناس بتتكلم كلام كتير أقل حاجة اللي بيتكلم ده ما يعرفش فيقول لك خلي بالكو قناة السويس قدس البابا مش عارف هعملوا فيها إيه خلي بالك حيبيعوا حاجة ما نقولش عليها طب ليه؟ مش هقول ليه لو في حاجة هعملها هقوله كلكم وزي ما أنا بتكلم كده هتكلم وأقول طب حاجة تانية أخيرة وخلاص هي مصر لو تعبد هنتخلى عنها هنتخلى عنها أنا بتكلم صحيح خلاص بقى عام سعيد كل سنة أنتوا طيبين ربنا يعفزكم ويا قدس البابا دعواتكو الطيبة لينا والمصر دعواتكو الطيبة لينا والمصر كل سنة أنتوا طيبين ترجمة نانسي قنقر